على صفيح ساخن تقف محافظة البصرة جنوب العراق بعد تجدد الاحتجاجات في مدينتي الزبير والهارثة عقب يوم دام شهدته احتجاجات أمس راح ضحيته ستة قتلى وعشرات الجرحى ونفت وزارة الداخلية العراقية انسحاب قوات الأمن من المحافظة بعد صدامات يوم أمس مشيرة إلى أنها تسيطر على الوضع حاليا لكن الهدوء الحذر في الشوارع المحيطة بمبنى المحافظة والذي أحرق المتظاهرون جزءا منه أمس قد ينقلب في أي لحظة فجذور الاحتجاجات في البصرة بشأن ترد الخدمات ونوعية مياه الشرب السيئة ومحاربة الفساد تمتد إلى تموز يوليو الماضي وقد توقفت مؤقتا بعد وعود حكومية بحلول سريعة الحكومة المحلية والحكومة المركزية لا تستجيب لهذه المطالب بل استخفت بنا وهؤلاء جميعا ليس بمستوى المسؤولية حالة البصرة حالة عصيبة جدا مرحلة عصيبة جدا ولذلك الشباب والشيبة وأبناء البصرة عندما احتجوا صار أكثر من شهرين هكذا أصبحت الحال للا تحمد عقباها بالعنف والعنف المقابل وضعت الاحتجاجات في محافظات البصرة القوى السياسية العراقية أمام اختبار صعب وهي تخوض مفاوضاتها لبناء التحالفات التي ستشكل أركان الحكومة الجديدة وفي الوقت الذي أمر فيه رئيس الوزراء المنتهي ولايته حيدر العبادي قوات الأمن بعدم إطلاق الرصاص على المتظاهرين حذر الكتل البرلمانية من خطورة استمرار الفراغ السياسي وما ينجم عنه في ظل ما يجري في البصرة هناك من يريد أن يصب الزيت على النار يريد أن يوقع بين المواطنين وبين القوات الأمنية حتى يعرض أمن البصرة للخطر هناك مشروع يريد الجورنال ذلك لأسباب متعددة أنا أحذر منها في غضون ذلك دعا ممثل الأمم المتحدة في العراق يانكوبيتش جميع الأطراف في البصرة إلى التهديئة وطالب السلطات بعدم استخدام القوة القاتلة ضد المحتجين كما دعا كوبيتش حكومة بغداد إلى بدل قصارى جهدها للاستجابة لمطالب الشعب المشروعة في توفير ماء نقي وخدمات لمحافظة البصرة التي يستخرج منها أكثر من 90% من نفط البلاد